اشتركوا في القناة وايضا موسى بيتكلم في مزمور تسعين من آية عشرة الى آية اتنعش لاحظ بقول ايام سنينة هي سبعون سنة وان كانت مع القوة فثمانون سنة وافخرها تعب وبلية لانها تقرد سريعا فنطير بعدين بيكمل بقول احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة بقول كيف تسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء وموسى بقول احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة الرسول يعقوب في الصحر الرابع آية 14 يقول انتم الذين لا تعرفون امر الغد لانه ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل تصور بيوصف حياة الانسان اشبار وانا عندي يعني يد كبيرة ضخمة الشبر كبير مهما كانت في ضخامتها كل الحياة بسميها اشبار وايضا يقول المرنم حياتنا كظل عابر وهنا الرسول يعقوب بقول حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل يعني ظهور الانسان حياته سواء عاش 80 سنة وعاش اكتر من 80 سنة افخرها تعب وبالية وهذا السؤال سأل فرعون الى يعقوب ابو الاصباط لاحظ هذا السؤال كم هي ايام سني حياتك فقال يعقوب لفرعون ايام سني غربة 130 سنة قليلا وردية كانت ايام سني حياتي ولم تبلغ الى ايام سني حيات ابائي في ايام غربتهم فاذا نستطيع ان نستشف من جواب يعقوب ابو الاصباط ان الوقت قصير الوقت ثمين جدا والوقت غالي انه يعني ننظر لهذا الموضوع بعين الاهمية وبعين الجدية فاذا لما يقول مفتدين الوقت هنا لا يتكلم عن التدرج الزمن بحزب الزمن لكنه بيتكلم عن الفرصة بيتكلم عن العمر بيتكلم بشكل عام عن حياة الانسان كيف يقضيها وكيف يستثمر فيها وكيف يفعل اهم شيء في حياته وكيف يميز وكيف يطلب الاولويات في حياته فاذا ينبغي ان ندرك مهما عشنا على الارض حياة الانسان قصيرة حياة الانسان محدودة